أهلا بكم عهد جديد من العلاقات المصرية الهندية شهدته الفترة الماضية على كافة المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية انعكس على حرص القيادة السياسية في البلدين على تكثيف الزيارات رفيعة المستوى فضلا عن الجهود الدبلوماسية المصرية الجادة لتعزيز التعاون مع القوى الكبرى في القارة الآسيوية في مقدمتها الهند ففي أكتوبر من العام 2015 كانت أول زيارات الرئيس عبد الفتاح أسيسي للهند لحضور قمة منتدى الهند أفريقيا التي عقدت في العاصمة نيو دالي وجاءت آخر زيارة لرئيس عبد الفتاح أسيسي للهند كان ذلك في يناير من العام الجاري تلبية لدعوة رئيس الوزراء الهندي نرين رامودي وذلك للمشاركة كضيف شرف في احتفالات الهند بيوم الجمهورية وهو ما يعكس التقارب الكبير ما بين الدولتين والتقدير الشديد الذي تكنه الهند لمصر قيادة وحكومة وشعبة وتأكيدا على العلاقات الاستراتيجية ما بين البلدين وجهت الهند الدعوة لمصر لتشارك في جميع اجتماعات وفعاليات مجموعة العشرين والتي تترأسها الهند في دورة راهنة شاركت نصر بالفعل في الاجتماع الأول لممثل قادة الدول والحكومات إضافة لحضور اجتماعات وزراء المالية والتنوية بالمجموعة فيما يخص التعاون الدفاعي قررت القيادة السياسية في البلدين التركيز على تعميق التعاون ما بين الدولتين في الصناعات الدفاعية ما بين مصر والهند واستكشاف مبادرات جديدة لتكثيف التعاون العسكري انعكس ذلك على مشاركة القوات الجوية الهندية في أول تدريب جوي تكتيكي المشتركة على الإطلاق في مصر في أكتوبر 2021 وفي برنامج القيادة التكتيكية للقوات الجوية المصرية في يونيو 2022 وبشأن التعاون في مجال الفضاء والأمن السبرانية تتعاون مصر مع الهند للاستفادة من خبراتها في بناء وإطلاق الأقمار الصناعية وتطبيقات تكنولوجيا الفضاء مثل الاستشعار عن بعد والتطبيقات العملية لتكنولوجيا الفضاء أما في قطاع الصحة وإدراكا للتحديات التي فرضتها جائحة كورونا خاصة في دول العالم النامي اتفق الرئيس عبد الفتاح أسيسي ورئيس الوزراء الهندي نريند رامودي على التعاون لضمان سلاسل إمداد عالمية أكثر قوة ورحب بالتعاون بين البلدين في مجال تصنيع اللقاحات أما فيما يخص تنمية الخضراء والمستدامة يولي البلدان أولوية قصوى لقضايا تغير المناخ والبيئة حيث أعرب رئيس الوزراء الهندي عن دعمه لمبادرة اتحضر للأخضر والتي أطلقها الرئيس السيسي بهدف تغيير السلوكيات ونشر الوعية البيئية فيما أعرب رئيس السيسي عن دعمه لمبادرة أسلوب حياة من أجل البيئة والتي أطلقها رئيس الوزراء الهندي بهدف نشر الوعي حول الاستخدام الرشيد للموارد كل ذلك انعكس على حجم التبادل السجاري ما بين البلدين والذي سجل ارتفاع بنحو 75% في العام 2021-2022 مقارنة بالعام السابق حيث سجل 7.26 مليار دولار حيث زادت الصادرات المصرية للهند بنحو 86% وذلك خلال هذه الفترة إذن لا تتميز العلاقات المصرية الهندية بتاريخها الحديث المشترك فحسب بل تعكس العلاقات المعاصرة أيضا التعاون ما بين دولتين كبيرتين حيث تمثل كل منهما ثقلا إقليميا خاصا في منطقتهما قد ترسقت هذه العلاقات من التطلعات والتحديات المشاركة التي يواجهها البلدان